شباب صبايا بدي لكم على الشغلة بالنسبة للي بتمنى ان امنيتي تجيكم النواس مرن لانه اغلبكم عم يعرف يتعامل مع مسئلة النواس المرن بس في عنا مشكلة كمان الطلاب حاسفين النواس المرن هاي السنة لان السنة الماضية يجي نواس مرن قال هاي السنة ما رح يجي نواس مرن يعني انت معناه ما بتعرف بتكتيكات الامتحانات تعال للك شغلة العام الماضي اجت المسئلة الاولى ركز معي شوي كان مبدأ الزمن من المطال الاعظم الموجب الدورة اللي بعدها اجت المسئلة ثالثة كان وضع مطاله مبدأ الزمن كان شروط البدئ بموضع مطاله اكس ماكس على اثنين طب ما ممكن تجي هاي السنة المسئلة الرابعة بالمكسفة موجودة بالصفحة 11 شوف الشروط البدئ مختلفة شوي عن هونيك بيقلك مبدأ الزمن لحظة مرور الجسم في مركز التوازن ونفس الشغل بتشتغله طبعا فديروا بالكم يا قلبي لاحظة يحظوا في مسئلة النواس المرين كمان مسئلة مهمة ممكن اذا ما يجيتك مكررة نفسها الاولى والثالثة تجيك الرابعة وفيك وهون في تطبيق مساعدة هو يعطينا تابع المطال يطلب منه طلبات بس انا اعتقد الرابعة اقوى من هذه المسئلة 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 المتحانية اقوى بس انا سنبع لشغله ممكن تجينا مسئلة وين راحت الشاشة ممكن تجينا مسئلة نواس مرن ولكن يكون فيها حركة شو الحركة الامتحانية ركزوا معي على هذه الملاحظات اللي كنت سأعطي لكم هنا بالصفحة 12 من المكسف ركزوا معي مدة دقيقة بجوز ربحك 80 علامة بجوز انا يرسم النواس المرين في اثناء حركة قطع مستقيمة طولها 10 سنتي بتقولي الاكس ماكس هي 10 على 2 تاخد طول القطع على 2 ممكن لك الزمن من المطال الاعظمى الى المطال المناظر 20 ثانية تذكر انه الزمن من المطال للمطال المناظر هو تي صفر على 2 شبا وقت بتلتي صفر على 2 بساوي 20 وسطين بالطرفين تح 60 صفر ممكن لك المسافة من المطال الى المطال المناظر در اللي بالك من هاي بتلك المسافة من المطال الى المطال المناظر 10 سنتي معناها هي 10 على 2 يعني هي خمسة انتبهتوا كيف؟ وهنا عمل لك اذا طلب استنتاج الستطالة السكونية بتقول انبي جي بساوي بك صفر يعني ممكن تجينا مسئلة نواس نتل حركات السن الماضية نفس الطلبات شباب نواس مرة انا عم بحكي بس يكون فيها واحدة من هالحركات كلاتة اربعة اول كلاتة بالذات فلا تهمل مسئلة النواس المرن هي مسألة سهلة مسألة الرابعة راجعوها وهي الملاحظات ضيروا بالكم منها يعني كل مراجعة النواس المرن انت خذ الفكرة يا عمري ما بتاخد منك زمن كبير يعني دقيقتين كلاتة ممكن انت تربح 80 علامة كمان بنبه لا تطلع على الامتحان ماناك مراجع مسئلة النواس المرن وهي نبهتك على ملاحظات امتحانية طبعا كنا نحنا سعطيكم هون مسألة وزارية وين 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 هو انا مجعب علي يلبككم فيها بجوز ان تكون في عالم مدارسين بس الادارسة يراجع على المسألة الثانية الوزارية كانت موجودة بنماذج وزارية طبعا انا بالنسبة لي ما بتمني يجبوا لكم هايك مسألة مثل المسألة التانية بس الادارسة يراجع الفكرة طبعا هي بسيطة جدا نفس الطلبات بس انه بيعطوك رسمة تطلع لحظة المرور الاول لاحظوا لحظة المرور الاول صفر فاصلة خمسة وبترجع وتحلى بنفس الطريقة طبعا هذه المسألة شوفوا مبدأ الزمن كمان ها كمان مركز التوازن يعني مثل المسألة الرابعة شوفوا نفس المسألة الرابعة بس واحدة مننا الرسم بياني واحدة مننا شو شباب واحدة مننا صغيرة مسألة الاقوى هي المسألة مركز التوازن وممكن يعطون إياها رسمي يعني اتنينات النفس الطلبات الله يوفيكم يا رب مراجعة سريع للنواس المرن قبل ما تطلعوا على امتحان موفيين